بيبدأ المسلسل بتاعنا مع البطلة والاسمها يون واللي بيكون عندها تلات اخوات واسمين جدا وفي يوم بتكون رايحة تشتير الغداء وهي راجع البيت كده بتقابل حبيبة اخوها واللي بيكون انفصل عنها سبها فبتاعد تضرب بها في اخته وهي واصحابها وبيدوها علقة معتبرة علشان مفكرة ان اخو يون سبها علشان بيحب يون وهي بتكون يا عزيزي المشاهد اساسا اخته اصلا بتروح يون البيت وبتاعد تصوت جميل جدا وبتزعق وبتقولهم مين اللي ساب البنت فيكم المرة ديت اه اترف احسن لكم بدل ما ديكم علقة فمحدش بيرد عليها بتصورهم وهمة لسه صحيين من انهم وشكلهم متبهدل خالص بتقددهم بقى انها تنزل الصور ديت وتنشرها على السوشيال لو ما اعترفوش مين اللي ساب البنت ديت اللي عملت فيها كده فواحد منهم بيترف ان هو اللي عمل كده للأسف فبتقومه وبتضربه بتقوله حرام عليك كسرت قلبها بقولها نديم مش اول مرة ان هو يسيب واحدة يعني وان هو جميل وكل البنات بتحبه فبلاش شغل الاطفال ده ومن هنا صاحبتنا يون بتقرأ اي شاب وسيم خالص بنروح بنا للبطل بتاعنا ولي بيكون شاب وسيم جدا واسمه كانغ في يوم من الايام بيكون قاعد بيرسم كده في مطعم بيبص كده بتصدفة بنلاقي ان فجأة فيه بنت قاعدة مع حبيبها كانت عملها بتبص عليه هو وبعدها حبيبها سابه وراحل حمام وقام كانغ طلب من البنت رقم تليفونها البنت اصلا مسدقت كتبت له رقمه على المنديل من كتر ما هو وسيم بعد كده بقى هو راحل لحبيبها في الحمام وودي له المنديل فالرجل رد عليه وقاله ان هو كاتب ايه على المنديل بيقوله كانغ ان ده رقم تليفون حبيبتك يعني اللي انت من فكرها بتحبك وخلي بالك يعني علشان هي بتتشقط بسرعة وكمان هي مش من نوع البنات اللي بيحبه الدول بيحبه وتسل ومشاقطه وبيسيبه وبيمشي وده بقى بيكون اخو يون واللي كان طالب في نفس المدرسة اللي يون شغالة مدربة فيها بيكون كل البنات معجبة بيه لكن بتروح يون وبتعاقبه علشان مايرتبتش باي بنت الان هي اللي بتتضرب في الاخر بسببه ما اه مش واحد يتدلع ويتهنى والتاني يتضرب وياخد على فا بيجو مكالمة اليون كده بعدها من حبيبها جونج وبيعزمها على العشق فبتفتكر انهم كلمها علشان يطلب ايديها بتوافق وبتكون مبسوطة بتروح لساحبتها وبتطلب منها الفستان اللي هي لابسها علشان تقابل حبيبها بيه يعني لانه يطلب ايديها اتامي ليه بقى متوضع ولكن ساحبتها مش بتوافق اصلا بتقولها مش هديك حاجة فيون بتهددها وبتقولها انت شكلك كده عايزة تلعبها على حبل موتك البنت بتخاف منها وفي الاخر بتدهولها بتروح يون بها تقابل جونج وبيعودوا يتكلموا شوية بتظهر الروح الكيوتة اللي جواها بعدها بيحط ايده في جيبه كده بتفتكر خلاص هي دي اللحظة اللي هتطلع فيها الخاتم ويقول لتقابلها تتجاوزيني لكن المفاجأة عزيز المشاهد انه هو بيطلع مرايته وبيقولها انه هو جابها هنا علشان يقولها انه هو عايز ينهي علاقتهم وانه هو عايز بنت يعني تتناسب مع حالته المادية ومكانته الاجتماعية وكمان عايزها اموره شابه يعني مزيك من الاخر يون بتتصدم كده وبتسيبه وبتمشي بيزج جواها كره الاشخاص الوسيمين اكتر بتروح لصاحبتها وبتحكيلها بتقعد تعايت فصاحبتها بتقول لها بلاش تعياتي بتقوم يون تاكل كده علشان اهم حاجة عندها هي الاكل والباقي سهل يرجع عادي بنرجع احنا تاني اللي كان واللي بنعرف ده بانه غني جدا وشخص رياضي وبيكون قهد مع نفسه بيفتكر ايام ما كان في المدرسة وكان تخينه كل اصحابه بيتنمروا عليه لان ريحته كانت وحشة خالص وكانت مقرفة وما كانش حد بيحبه ولما بيفتكر الايام ديت الكولون بيجيله وبيمسك نفسه بالعافية لحد لما بيروح الحمام وبيضطر ان هو يروح للدكتور فالدكتور بيقوله ان هو لازم يواجه مشكلته بنفسه ويروح لزميله ويوريه من هو بقى شاب وسين جدا وغني وناجح كمان في حياته فبيقتنع كنغ بكلامه وبيروح حفلة واللي بيكون صحابه كلهم متجمعين فيها واول لما الكل بيشوفه بيتصدمه كل البنات اللي في الحفلة بتعجب بيه بيتلموا حاوليه كده مع ديون ولا شغل بالها اصلا لانها بتكره اي شاب وسين كل لما بيتكلم معهم يون بتقطع كلامهم وبتطلب من الجرسون اكل فبيتعصب كنغ كده وبيروح لها وبيعرف ان هي البنت اللي حبها زمان وان هي اللي كانت السبب الرئيسي اصلا ان هو يبقى ريحت وحشة ايام زمان لما كان طفل ما بيقدرش يتحكم في نفسه في المدرسة قدام الطلابه وفجأة بيجيله الكولون وبيمسك نفسه بالعافية وبيسيب الحفلة وبيمشي صاحبنا بقى بيروح البيت وبيحاول ان هو ينام لكن مش بيعرف لينه بيقعد يفكر في يون وفي الحاجات اللي كانت بتعملها في زمان فبيروح للدكتور وبيرسمها له وبيقوله لازم تخلي الصورة دي هت قدامك يا ابني علشان لما تشوفها في الحقيقة تقدر تمسك نفسك وما يجيلكش الكولون ومن جهة تانية بتتصل صاحبة يون بيها بتقولها انها عندها موعد غرامي وبتطلب منها انها تيجي معاها فبتوافق وبتقولها انها لازم تثبت نفسها كده وتبقى شيكو كيوت عازان يعني تبقى بيت موزة كده علشان هيبقى مع حبيبها صاحبه فممكن يعني انت تزبط صاحبه وانا زبط حبيبي بالليل بقى بيروحوا المطعم وبنتفاجئ ان صاحب حبيبها يبقى كانغة اصلا وهو اللي عمل الموعد ده علشان يقابل يون ابن اللعبة طالها بيلعب بدلو كتير وبيعرف يفكر هوت ولما بيعودوا بيقولها كانغة تعالي نسيب صاحبتك وحبيبها يستمتعوا بوقتهم شوية ونروحنا نتكلم كلمتين مع بعض ما بلاش نبقى عاطف معهم يعني وبعدين بتوافق يون فعلا وبتروح معاها وهو بيعود يبصي لكده وبيفكر فيها وبيقول انها اكيد دلوقتي نفسها ترتبط بي موهوما بجمالي واسمتي طب اعمل اي دلوقتي يا يعني اتزل لها ولا اعمل اي خلصان انا هرتبط بيها بيطلوا منها ان هم يرتبطوا لكن هي بترفضوا لانه وسيم فبيستغرب منها ومن ردها وده بقى اللي بيخلي كانغة يتحول برضو نفس الحالة الصعبة اللي بيضغي له على طول وبيمشي للأسف بسرعة بيروح للدكتور وبيحكيله فالدكتور بيقوله انه لازم يبان قدامها انه غني جدا ويقدر يملك اي حاجة وعاوزها بيقوله شكل قراراتك وافكارك دي اللي هتوديني في ستين دهية بيقوله بس انت لازم تشتريها عربية غالية كده تاني يوم بيروح كانغة يشتري فعلا عربية من جهة تانية بقى بيشوفها صاحبه وبتكون واقفة مع شخص وسيمه وبيروح يقول لكانغة اللي حصل كانغة بيدهي جدا مايعرفش ان ده اصلا يبقى اخوها وبيبان عليه الحزن والزعل تاني يوم بيروح كانغة هو وصاحبه المطعم لكن بيتفاجئ للمرة تانية وبيشوف يون وقفة مع شاب وسيم تاني بيفكر ان هما مرتبطين لكن في الحقيقة بيكون برضو دايب اخوها صاحبه هنا بيوسيه بيقوله ما تزعلش نفسك يا ابني بيروح كانغة بيته وبيكون زعلان بيقول خلاص دع مني كل حاجة يا خسارة العربية الغالية اللي جبتها نروح لعيلة كانغة اللي ممنهم عيلة غنية جدا يعني بيقدر ان هما يعينوا مديرة على مدرسة نكتشف بقى انها نفس المدرسة اللي شغالة فيها البطلة بتاعتنا واول لما بتشوفه بتبصله بص كده وبتقوله انا هقتلك يا غالي وبتيجي هنا الكانغة للحالة اللي كان بيمسك نفسه فيها بالعافية وبيحاول يطلع برا كده وبيباني ان هو طبيعي يعني قدام الكل وبعد ما بيهدى كده بياخد جولة في المدرسة وبيعد على الملعب وبيلاقي يون وهي بتضرب فريق السباق وبيفتكر كلام الدكتور ان هو لازم ياخد ليون صورة علشان يتضرب عليها وكمان علشان لما يقابلها ما تجولوش الحالة دي يتقوه بيطلب من السكرتير بتاعه ان هو يصورها وده عن تريه ان هو يمثل بانه بتصور هو بس في الحالة ان هو بيصورها هي ولما بيروح المكتب بتاعه بيعمل زوم على الصورة بيلاقي ان يون واخده بالا ان هو بيصورها وبتبصوله بصة كلها رعب كده بعدها بقى هي بتقابل صاحبتها بتقولها ان كان غير مش مجرد مدير ولكن هو بيبقى ابن ملك المدرسة فلزم تحترمي كويس علشان يعني لو مش عايزة تترفض ودي حاجة ترجع لك وبعدها بيكون طالع وبيعد من على الملعب فبتشور ليون كده كان غير بيستغرب كده وبيكون خاف منها وبيجرع على عربيته وبيشوفها لسه بتشور له عن طريق المراية فبيفتكر ان العربية الغالية هي اللي بتشور له علشانها وانها جابت نتيجة وبيشوفها كان غير كده في اجتمع الموظفيين وكانت عمالة بتاكل كده ولكنها اول مرة في حياتها تشوف اكل وبيتفاجئ كل الموظفيين ان الاكل عبارة عن خضروات وفواكه بيكونوا كلهم مدقين لان مفقرين هيبقى فيه الحوم بقى ومشاوي بيدي الدكتور اللي شغل في المدرسة ليون قطعة من اللحم كده جابها منين الله اعلم وبيدهلها لانه عارف قد اي هي بتحب الاكل وكمان لانه بيحاول يقرب منها يعني باي شكل وبعدها بيسألها كان غير لو طالبة عندها تنمرت من طالب وقالت له انها قبيح وطخين هتعمل ايه فبتتعصب يونو بتقول ان الطالبة ديت ما كانتش بتجذب دي كانت بتقول الحياة وبتوصف الطالب مش اكتر وبتعصبه على بعض لكن صدوكة يونو بتوقع المشروب على هدوم كانها علشان تفضي الحوار ده وبتاخد يونو على جنب وبتقولها انها لازم تروح حالا ولازم تعتذر له وإلا هتترد من الشغل فبتروح يونو وهي عسرة على نفسها مثل لمونة وبتعتذر له لكن كانها ما بيقبلش اعتذارها لان تفكيرها لسه متخلف زي ما هي وانها عادي يعني لما طالبة تتنمر على الطالب زي ما كانت بتعمل معاه فبتتعصب عليه اكتر وبتفضل تقرب منه كده لحد لما بتلزاوه في الحيطة وبتحط عيونها في عينه وبلاها خلاص خلاص قابلت الاعتذار انا عالي صغير والله وفي النهاية بتسيبه وبتمشي عادي وهي مبسوطة بقى وهو كان مرعوب خالص وبيختفي من المكان فورة بعدها بيفضل كل الموظفين يدوروا عليه وبتقولها صديقتها انت يودتيه فينا الله يخرب بيتك يونو بتقولها نعم ما تعرفش حاجة من جهة تانية بالله ان كان وراح للدكتور بتاعه بيقوله ان يونو لما بتقرب منه بيحس بنابضات قلبه سريعة بيقوله الدكتور ده معناه ان انت بتحبها يا غالي لكن مش بيصدق وبيسيبه وبيروح للدكتور تاني فبيقوله الدكتور ان هو عتعبان شوية مش اكتر كان غي ما بيصدق بيغيب عن المدرسة علشان يفك على نفسه شوية تاني يوم بتقعد يونو كده مع نفسها وبتلاقي الدكتور جبلها تفاحة وان ده بقى العادي بتاعه وبتروح بعدها وبتلاقي صورتها هي او كانغة مع بعض وده لما كانوا صغيرين وبتقوله ان ليه بقى واسيمه وانها ياريته كان لسه شكل وحش احسن بعدها بتتصل يوم بيكانغة كده وبتسأله هو غايب ليه عن المدرسة وبتقوله انها عاوزة تقابله علشان يقع لها على الميزانية فريق السباق بتاعها وهو طبعا اصلا بيفتكر انها بتحبه وبتتلاكك بقية طريقة علشان تقابله مش اكتر بيقوله ان هو مش فاض دلوقتي ولما يفضح يكلمها ولو عاوزاني ضروري يعني ممكن تجيلي البيت وبتفاجئ انها بتوافق عادي بتروح له البيت في نص الليالي وهو راجل اعزب لوحده بيفضل مستنيها كده وهو متوتر لحد لما بتوصل وبتفاجئ كمان انها جايب عصير لمون معاها وبعدها بيشوف ورق طلب الميزانية وبيقرأ ورق ورقة وهو حطت رجل على رجل واول لما بتدخل الحمام بياخد نفسه بها لانه كان بيمثل قدامها انه طبيعي جدا وما فيش اي حاجة بس وافي الحاجة اذا ما انتو شايفين جابان خالص من جهة التانية يون بتوفي الفيلا ومش لاقيها الحمام لان الفيلا بتكون كبيرة خالص بسم الله ما شاء الله ولما بترجع بيقع المشروب بتاعها عليها وبتقلع الاميس وبتروح تقعد جنبه كده علشان تشرح له اوراق الميزانية وهو خايف منها خالص ومتوتر وكمان بيسيبها وبيمشي فبتروح يون وراه وبيقف كانغ فجأة كده وبتخبط في يون وبيقربه من بعد اكتر وفي انها بيشيلها وبيطلحها برا الفيلا بيقعد يفكر فيها وبيتخيلها دايما قدامه وجنبه في كل مكان وبيكتنع انها مصاب بلعنة يون وبيبعت لها كانغ الاميس بتاعها لكن بعد ما بيغسله وكمان بيكويق وبيبعت لها كمان ورق الموافقة علي الميزانية يعني مدلحها علي الاخر وبعد كام يوم كده بتشوف يون صدفة يعني هو في موعد غرامي مع بنت جميلة جدا وراقية خالص بيشوف كانغ طريقة البنت دي وهي بتاكل وبتكون كيوتة خالص وبيفتكر طريقة يون وهي بتاكل لكن برضو كانغ مش قادر يبطل تفكير فيها ولما بيرجع على البيت برضو بيشوفها قدامه وبيفتكر انه متخيلها زي كل مرة لكن لما بيلمسها بيلاقى انها هي الحقيقية بيتخد كده وبيلاقى انها جايباله دية بعدها بيتماشوا مع بعض شوية بيتفكروا يون بقى بالحركة اللي كانت دايما بتعملها له وهم صغيرين وبعدها بتمشي وبتسيبه ثاني يوم بيروح كانغ للدكتور وبينصح الدكتور ان هو لازم يواجه مخاوفه ويتغلب عليها بيكرر كانغ ان هو يجيب ورد اليون وبيروح لها ولكن اول لما بتبصله بيتوتر وبيرمي الورد فورا من الشباك اللي جنبه لانه مقتنع ان يوم مش قادر يتحكم في نفسه وبيروح كانغ يقابل الدكتور بتاعه فبتشوف يون بالصدفة وبتلاقي ان في شخص بيحدنه فبتفتكر ان كانغ بيحب الرجالة مش الستاية ثاني يوم بيقابل كانغ يون كده وبيسأله عن فريق السباك اخباره ايه فبتقوله بيتمرون كويس كل يوم وهوت عن طريق الميزانية اللي حضرتها كعني يدتهنه وبتقوله نصح كده بانه لازم يجري ورا حلمه دايما ويبص لخط نهاية حلمه ويتعب اكتره علشان يقدر يوصله وبتمشي بعدها وبتسيبه فبيسيبها كانغ لحد لما بتوصل كده لخط نهاية الملعب وبيتكلمها على الموبايل وبيقوله ان هو شايف خط نهاية حلمه قدامه وبيكون قصده عليها يعني وهيجري لحد لما يوصله وبيبعت لها بالليلة علشان تيجي مكان معين وبتتفاجئ ان هو عمل مكان رسمي للفريق للازاء بتاعتهم فبتفرح وبيقوله ان هو عاوزها تبقى جنبه دايما وما تسيبهوش خالص لكن يون بتفتكر البنت اللي كانت قاعدة معه في المطعم فبتقوله انها معجبة بشخص تاني فبيسيبها هو وبيمشي وبيرجع كانغة تانية علشان يملي طاقته وغلوا كلها في صديقه وبتقول تفاك ريونه هو ازاي اصلا بعد ما شافت بعيون ان فيه بنت تانية في حياته وجيوا قالا ان هو معجب بيها بتقول اكيد في حاجة غلط بتكررت وروح له وبتقوله انها موفق ايه اصحاب لكن لما بيحاول ان هو يحط ايده عليها كده بتمسكه من خده وبتقوله لا اللي تقدب مش عاوزه انا قلت اصحاب اكتر من كده هتلاعب الالم على وش فبيعتذر لها وبيوصلها كانغة لحد البيت واول لما بتوصل بيشوف اخوتها وبيعودوا يضربوه بقول لهم كانغة اهدو بس هي ازاي هي مرتبطة بشخصين وكمان عايشة معاها وما هو انتم متقبلين الموقف ده لكن بيكتشف ان هم اخواتها اصلا وبيفرع جدا ان مفيش حد في حياتها وبيروح وبيكون طول ليلة العمال بيرقص من شدة الفرحة تاني يوم بقى بالله ان كانغة كانواف مستنى كده فصاحبتنا بتجري عليه وبتاخده بالحضنة علشان هي واخد عنه فكرة ان هو زي اخوها بالزبط وان هم اخوات انه فيش اي حاجة بينهم وبيقوم كانغة جاب لها طورتة كده وبيحارل ان هو يحضنها لكن يون بتزعقله وبتقول له لأ عيب ولد انا احضن انت لأ تاني يوم يعني بتروح يوني المدرسة وبيفضل وقف يبص عليها كده وبيرقبها وهي في الملعب وبيكون كانغة مبسوط طول ما هو شايف يون لكن المساعد بتاعه كده بيستغرب منه علشان هو بقى مبسوط جدا للفترة اللي فاتت بعدها بتروح يون للدكتور وبتشوف ان الدكتور معاها كيس شيبس كده بتحاول يون انها تاخده منه لانها بتحب اي حاجة فيها اكل وفقلا في الاخر بتقدر انها تاخده يعني بتوعيون كده على رجليها وما بتكونش عارفة تحركها فبيضطر الدكتور ان هو يعالج رجليها وبيجي كانغة في الوقت ده وبشوف الدكتور ماسك رجلي يون فبيزعقله وبيبيادوا عنها وبيقول لها ملكش دعوة بيه تاني وما تلمسهاش تاني بياخدها كانغ بر كده وبيزعق لها بيقول انها ما تقربش من حد تاني وقلها يعقبها وبيسيبها وبيمشي بيروح للمكتب بتاعه وهو متعصب خالص ومتدايق من اللي شافه وبعدها بيمسك تلفونه وبتفرج على صورهم هما الاتنين بيعمل زوم كده عليهم وبيقول انها لطيفة خالص وجميلة قوي بنرجع احنا ليون واللي بتكون مستغربة ان كان غيران عليها فبتروح ان كانغ عايزها تحبه ويعمل زي ما هي عاملت فيه زمان وينتقم منها يون بتتصدم كده وبتروح لكانغ بتقوله انها عرفت الحقيقة وبتهزقه وبتقوله انها شخص كداب وحقير وبتطلب منه ان هو يبعد عنها خالص وانها مش عايزها تشوفه تاني بيروح كانغ لصاحبه ومتعصب خالص صاحبه بيقوله انا اللي قلت له كده علشان تبعد عنك علشان هي وطمعانها في فلوسك وان انت مش مستحمل ضرب تاني كفاءة انها قسرت له دراعه وان هو مش هستحمل ضرب اكتر من كده تاني يون بقى بتروح يون المدرسة وبتكون واخده قرار انها عايزة ترتاح من الحياة بس صاحبتها بتكون عايزها تنقذها لكن يون بتقولها لأ سيبيني سيبين انا ماتش لها حد في الدنيا داية خلاص انا لازم اتخلص من اي شاب واسين في حياتي لكن صاحبتها بتمنحها وبعد كده بيروح لها كانغ بطلو من انها تروح ورا المكتب حالا ورغم انها ما بتكونش طيقه خالص بس تعمل ايه هو المدير يا غالي بقولها انها تغير الزيت بتاع عربيته وكمان هي اللي هتكون السواقة لعربيته من دلوقتي ولو هي ما عملتش كده هيترودها من الشغل عادي هي بتكون مضطرة انها توافق وبتكون متضايقة خالص فبتروح للدكتور وبتطلب منه انه هو يديها اي حاجة تقولها كالعادة يون بتحكي بها للدكتور انها متضايقة من كانغة فالدكتور بقول انه هو عايز يضربه اساسا بس محتاج انها تدي له اشارة علشان يضربه يون بتهم كده وبتمسح كل صورهم هما الاتنين مع بعض من جهة تانية بيكون برده كانغة بيحاول يمسح صورهم لكن ما بيقدرش ما بيهونش عليه انه هو يمسح كل الزكريات الحلوة لما بينهم وبنروح ليون اللي بتكون راحت لصاحبتها صاحبتها بتقولها ان كان يعازم كل الموظفين اللي في المدرسة في مطعم حلو جدا وغالي وانها لازم تروح ولو عايزة تقتله بعدها عادي يعني براحتك بس اهم حاجة نروح وناكل وفعلا بتروح يون المطعم وبتقابل كانغ وبيطلب منها نعم ما تشربش عصير ليمون علشان هي اللي هتوصله البيت وده يعني بمنها بقت السوقت تحته وبتروح يونه وبتخدم مع الدكتور علشان الدايق خالص بتقولها وما فيش غيره عمالي دايق فيها ليه وما بتسمعش كلام كانغة وبتشرب عصير ليمون كتير وبتطلع عيون برا وبيقرها كانغة ووراها بتاخد منه مفتاح عربيته ومش بترضى تدهاله وبيغم عليها لكن بيظهر الدكتور وبينحق قبل ما تقع بيركبها العربية بتاحته لكن كانغة بيمنعه وبيعود يتخنقوا هم اللي اتنين مع بعض منها يروحها بتزحيون كده وبتشوفهم بس بتمشي هي ولما بيخلصوا هناك فمش بيلقوها بيروحوا عند البيت بتاعها لكن بيبقوا مش عارفين هي وصلت ولا لا ولكن فجأة بيكي تاكسي فبيستخبوا بتطلع عيون من التاكسي وبتدخل بيتها تاني يوم بتقولها صاحبتها انها سرقة عربية اتكنها وانها ما كانتش في عياء خالص انبارح بتقولها اعمل ايه يعني ما انت عارفان لما بتقل في عصير اللمون ما بقدرش اتذكر اي حاجة في اليوم ده بيوصل مدير المدرسة في تاكسي وبيكون جايب ليون عليك كده لقطر عصير اللمون اللي شربته من انبارح في يوم بتقولهم تفتكروا ان هو عايز يسميني وحطت فيه سوم صح انا والله العظيم كان قصد اسرق عربية وانا مش فاكرة حاجة بيعرف كان غباء ان السكرتير بتاعه ادى اليون شغل كتير خالص فبيروح لي وبيزعق له بيقوله ان محدش يقمر يون هنا باي حاجة الا هو وبس مظلوم يا ابن والله يا مفكرك حطلها سم وانت بتحاول تريحها علشان كانت تعبانة هما كده الطيبين محدش بيقدرهم من جهة تانية لما الدكتور بيسمع من صديقة يون انها بتكره اي شاب وسيم بيحاول ان هو يبقى شكل وحش وزي ما سمع برضه قبل كده انها بتحب الاكل جدا ومن يوم هو عمال يجيب لها اكل بيطلب منها الدكتور انها تروح معاها لمقعد على العشاء صاحبتنا بتوافق عادي وبيجيب لها فستان غالي جدا وبتقوله انها اول مرة تلبس فستان غالي وشكله كده وحش اصلا عليها صح فبيقوله ان هو اول مرة يشوف اصلا فستان بالجمال ده او امر اصلا لبس فستان من جهة تانية لما بيعرف كان غنيون اصلا راحت في مقعد مع الدكتور بيقول نعم ده ازاي الكلام ده وبتصدم بنرجع احنا تاني للدكتور بيقول قدام كل اللي موجودين ان هو معجب بيون ومن اول نظرة من اول لما شافها وهو حاس ان هي دي بتاعته خلاص وبعد ما بيرواحه وبترجع ليون الفستان ومش بتوافق انها تاخده ابدا لانه غالي جدا وبتشكره يون على المجاملة بتاعته اللي عملها قدام الناس بيقولها الدكتور ان هو ما كانش بيجامل على فكرة وان ديها تحقيقه فمش بتصده برده وبتسيبه وبتمشي في الوقت ده كانغة بيكون قاد بيعية كده وبيحكي لسايد بطاطس على الليون بتعمله تاني يوم بيشوفها كانغة وهي قاعدة كده مع الدكتور وبيزعق لها بيقولها انها تجي ورا المكتب دلوقتي حالا وبيقولها ان شغلها ده مبقاش كويس وانها تكتب له تقرير عن فريق المدرسة دلوقتي حالا فبتتعصب لكن بتحاول تهدي نفسها كده وبتكتب التقرير بتروح المكتب لكن مش بتلاقي كانغة موجود وبيتصل عليها وبيقولها تروح البيت بتاعه وانها تجيب التقرير وتجيله على هناك فبتتر انها توافق وبتروح واول لما بتوصل البيت بتاعه بتقوله انه شكله مهتم بالسايد بطاطس خالص بيقولها لا لا على فكرة مش عجبني وهرميه قريب اصلا ولما بتدخل يوني المطبخ كده بيقول كانغة للسايد بطاطس انه هو بيجذب عليها وانه هو بيحبه وانه هو مستحيل يرميه يعني بيروح كانغة كده وبيلاقي انها بتاكل اي حاجة فبيقرر يعملها هو اكل صحي بتبدأ تاكل اكله كده وبتقوله انه هو حلو خالص وبالدواء الاكل كمان بيقديها وتاني يوم بيطلب منها كانغة انها تروح البيت وبيقولها انها وراها معاد مهمة خالص ومش عايزها تسوق ولا تروح معها في المعد ده اليون بتفضل تقنقه انها تروح معها علشان عاوزة تعرف المعد ده مع مين بتكون متضايق جدا ومتعصبها لانها مفكرها يخرج في معوض غرامي مع بنته ولا حاجة بتبدأ تتخنق مع اي شخص بتقابله في الشرع وبالزقق لشخص ماشي في الشرع كده مالوش علاقة بالمسلسل اصلا وبيكون على وشك انه هو اضربه اصلا لكن بيوصل هنا البطل كان بيروح لها كده في الوقت المناسب وبيعمل نفسه انه هو مفيش منه اتنين لكن برضو بيتكون متضايقة منه علشان مقلهاش المعد ده كان مع مين وبتروح البيت وهي متضايقة وبيلاقي اخوها انها متضايقة كده لوحدها يعني هي مش محتاجة توصية بيتنام يون وبتفتكر حاجة حصلت زمان واللي كانت هي السبب في موت والدها ووالدتها تاني يوم بتسعى وبتوقت تجري بيكون كانة بيرائبها وبتفضل تحيات لانها فتكرت الحاجة اللي كانت عملتها واللي هي وصلت لكل ده بسببها وبيظهر قدامها انا كانة وبيعترف لها بحبه في الوقت الغلط في الوقت اللي هي ما كانتش محتاجة فيه غير ان حد يوسيها ويسمحها بتضربه يون بالقلم وكان مش بيقوله الدكتور ان هو ما يستسلمش ابدا ويخليه يظهر مشاعره نحية يون كده تاني يوم في المدرسة بتكون يون حزينة وسرحانة فبيقل عليها الدكتور وبيحط ايده كده على دماغها علشان يتطمن عليها يتطمن بس فبيشوفه منها كانه وبيشيل ايده الدكتور من عليها وبيقوله ان الكلاب ما انفعش تمسكها وهي بتاكل يا غالي وكل لما بيحول كان ان هو يتكلم معي بتهرب منه ومش بترضى تكلمه وبتبعت له كمان التقرير الفريق بتاع المدرسة على الاميل علشان ما تقبلهوش بتروح يون بقى تستريح في ودتها وبتتفاجئ بكان هواف قدامها بتقوله انت دخلت هنا ازاي بقوله ان هو يا زرلاف كل حتى لحد لما يعرف يا بتعمل كده ليه بيفضل يبص في ودتها وبيمسك صورها وهي صغيرة وبيقولها انها كانت جميلة خالص وبيحاول يقرب منها لكن هي بتبعده عنها وبعدها هو بيمشي يون بعدها بتروح لصاحبتها بتحكيلها اللي حصل فصاحبتها كانت متوقعة ردها اصلا تماما بتقولها طب انت ايه رايك في الدكتور مش مهم كان خالص من جهة تانية بيكون كان رمية من العياد زي الاصفال ومش عارف هي بتعمل كده معالي اصلا لكن لما بيرجع البيت بيلقاها جاية وبتقوله ماينفعش تتجاه له كده وان هما لازم يتكلموا بتقوله ان هو لازم يبعد عنها وبتترجع ان هو ما يقربش منها وبتروح يونه وبتسهر كده وبتشرب قصير لمون بتتصل فيديو وبتقوله علشان قلت لك بقد عني هتصدق بقى وهتبعد عنها على طول ده انت ما صدقت ده انت ما بتحبينيش تصدق انت المفروض ما تسمعش كلامي وفلن بيجي لها كانرة عند البيت في نفس اليوم وبتطلب منه ان هو يوعاد ان هو ما بيعدش عنها ابدا حتى لو هي اللي طلبت منه ده وطبعا كانت متقلة في عصير الليمون وتاني يوم لما بترجع عيون لوعيها بتلاقي ان هي اللي كانت متصلة به فبتتصدم كده وبالفعل بيسمع كانرة كلامها ومش بيرضى يبعد عنها ده فرصته وجاتله اصلا وبيرجع بقى تاني يكبرها انها تبقى السواقة بتاعته وبتضايقه يون كده وبتقوله انها رايحة رحلة مدرسية بكرة مع الطلاب وكمان دكتور المدرسة جاي معاهم لكن تاني يوم بقى بتتفاجئ بكانرة ان هو جاهز للرحلة اصلا قبل ما الطلاب نفسهم يجهزوا وكمان بيكلف كانرة والدكتور بحاجة انه يعملها علشان ما يجيش معاهم وبيفضل كده مرائب يون طول الرحلة وبيقول عليها انها امر وجميلة بتدخل يون البحر وبيحاول يكنح انها مية البحر ملانة بكتيريا وملوسة وانها خاف عليها من البكتيريا انها تقزيها يخرب على الكهن صاحبتنا بنته مطيعة الحمد لله بتسمم انها تدخل برضو من جهة تانية بيسمم الدكتور ان هو يروح وروم ويلحقهم وبيلاقهم مع بعض كده وبيتقابلوا كده على اخر النهار كلهم يون بتترجع بقى ان هو ينقلها ويسيبها في حالها ويبطل يخليها الانة ودائما تفكر فيه لكن مش بيهتم كانوا يبقى اي كلمة من كلامها وبيتكرر ان هو يخليها جنبه وميبعدهاش عنه ابدا يون بقى بتكرر انها تتصل بصاحبتها تطلب منها انها تجيلها الرحلة علشان تنقزها من الاتنين اللي عايزين يقربوا منها دول وفعلا صاحبتها بتوصل وبيروحوا يتعشوا سوا كلهم وطول مهم معادين كانوا يعمال يخبط يون في رجلها كده فبتتضايق يون وبتتحجج وبتروح الحمام وبيقوم كانوا وراها وبيقابلها في الجنينة بقولها ان هو عارف انها بتحبه وبيسيبها وبيمشي وبتجي صاحبتها بقى وبتقولها ايه اللي حصل بينك وبين كانغة اكيد اه كلك الزبيب صح قولها يا بنت الناس قولها يا بنت المحزوزة بتقولها ما دام انت ما تدربتهوش بالقلم يبقى انت كمان بتحبها على فكرة بيبعد كانها كده ترسلها ليون وبيطلب منها انت قابله علشان عاوزها في موضوع مهم وفعلا يون وبتروح ويها لابس كده علشان تقابله وما يقدرش يعمل اللي عمله قبل كده ويأكلها الزبيب تاني وكل اللي لما يقرب منها بتبعد عنه علشان ما يفاجئهاش ويعمل كده تاني بنلاقي هنا بقى انه الدكتور بيطلب من هيلته انها تساعده علشان يبقى مدير المدرسة بدل كانها تاني يوم بيروح الدكتور ليون البيت وبيقولها ان هو هيبقى مدير المدرسة الجديد بدل جنغ وبيجيب له تورتها دي كده واول لما بتشوفها يون بتفرح خالص بتاكلها زي اللي عمرها ما شفت تورت قبل كده ويا الصراحة بتحب الاكل مش مصدومة يعني ولما بتجي صاحبتها بتقولها هيخرب بيت الكلت كل ده لوحتك من غير يا مهزئ صاحبتها بتعرفها انها لو فضرت بيد عن كانغة كده وما ديتلوش اي وش هو مع الوقت اكيد هيزهق ومش هستحمل وهيبعد عنها وهي من جواها ما كانتش عايزة كانغة يبعد عنها فبتروح له بدون اي مقدمات كده وبتسيبه وبتمشى على اساس طبعا ان هو كده مش يبعد عنها لكن بعدها بتقعد مع نفسها كده وبتقول ايه اللي انا عملت ودقى ايه ماذا استفدت يا مؤمن من اللي انا عملت بيروح كانغة لجدته وبيترجاه ان هو اللي يفضل مدير المدرسة لكن الدكتور بيكون مصمم ان هو يبقى المدير وطبعا هما الاتنين يعملوا كده علشان يقربوا من يون في المدرسة وبتقابل الدكتور وبيعترف لها بحبه لكن هنا بتصدمه وبتقوله انها معجبة بكانغة وبعدها بتسيبه وبتمشي ولما بترجع البيت بتلاقي ان كانغة يرسم لها صورة السيد بطاطس وبيطلوا منها ان هم يخرجوا مع بعض وفعلا بتوافق المرة دي بيجهازوا هم الاتنين وبيروحوا الملايه وبيلعبوا كتير قوي وبيكونوا مستمتعين بوقتهم وبيروحوا السينما وبتفرجوا على فيلم حزين وبيعيطوا وبعدها بيعت كانغة جنبها كده وبيقولها انت عملت لايك واشتراكت في القناة ولا لسه بتقوله لا لاحظة واحدة اشترك وعمل لايك في ثواني وبعدين بتبدأ تتكلم معاه صاحبنا كان عمالي عيط كده ومتأثر لسه بالفيلم وهي بتكون قاعدة جنبه بتاكل بتقوله ها خلصت عياط ولا لسه وبيقولها انت ازاي ما بتعيطيش انت ما عندكيش قلب ولا ايه بتقوله انها مستحيل تعيط بسبب كتاب او فيلم يعني حتى لو كان حزين يون بتسأله وبتقوله ممكن حبك ده هيفضل يستحملني رغم انك عارف ان انا انسانة بردة جدا في مشاعري بيقولها انهم مستحيل يسيبها ابدا بسبب حاجة شبهدية بتروح يون بقى وبتفكر انها حصل زمان لما كانت صغيرة لما طلبت من والدها والدتها انها تروح لبيت كانغ البيت علشان تعتذر له لان هي كانت اتنمرت عليه وقالت له يدخين ويقابيح كمان وهم قرروا ان هما يروحوا معاها في اليوم ده حصلت حادثة كبيرة وتوفى والدها والدتها للأسف نرجع بالحضر ونروح للدكتور ولي بيكون مصمم انه مقطعش علاقته بيون وبيجيب لها شوكولاتة والحليوات اللي بتحبها على طول حتى بعد ما رفضته قالت له انها معجبة بشخص تاني بالليل بتقابل يون كانغة بتقوله انها عارفة انها بتعمله وحش وبيقولها كانغة ان هي حتى لو فضلت كده مدى الحياة وطول العمر كمان اول لما يسمع كلمة حبيبي منها هينسى كل حاجة على طول وتاني يوم بتروح يون لكانغة البيت بتكون جدة جدا في الكلام معاه وبتسأله عن البيت الفخم بتاعه وعن يدومه واملاكه وكانغة عاني مش بيكون فاهم اي حاجة يون بتقوله ان هو غني جدا وعنده عيلة معروفة وغنية كمان لكن هي فقيرة ويتيمة ومحلتهاش اي حاجة وان هو ليه ارتبط بيها بتطلب منه ان هم ينفصلوا قبل ما العلاقة بتاعتهم تتطور اكتر بتسيبوا بعدها وبتمشي بيكون كانغة مصدوم جدا من الكلام اللي قالته بيكون مبسوطة جدا لان ابنها اخيرا اخيرا حب واحدة وحضانها يعني بتقولها خلاص انت من هنا يون بقيت حبيبة ابني بتتفاجئ يون كده وبتسلم عليها وبتروح سيباهم وماشى من الاحراج تاني يوم يون بتخلي نفسها بعيدة عن كانغة وبتكون مش بتهزر معها فعلا مش راضية تدينه مجال يتكلم معها لكن مع الوقت بيتدق كانغة من معاملتها الوحشة بيفضل يتكلم مع السيد بطاطس اللي شايله مومه عمال يشتاكله كل شوية منها من جهة تانية الدكتور برضو كله لما يشوف يون متضايقة بيجيب لها اي حاجة تاكلها علشان عارف ان دي نقطة ضعفها بيبدأ كانغة انه هيتجنبها وبيبعد عنها بسبب معاملتها ليه لكن لسه حبه جواها مدفون وكان لما بتوحشه بيروح لها قدام البيت وبيقولها وحشتيني وبيروح سيبها وهو بيمشي كده يون بتاف قدام العربية علشان ما يسيبهاش ويمشي يون بتكنزي علينا فعلا ومش عارفة تامي ليه رغم انها عارفة ان كانغة مالوس زنب في موت عاليتها لكن برضو مش قادرة تسامحه علشان كده هي مش رادي تقرب منه وبيتلومه على كل حاجة وفي نفس الوقت برضو مش قادرة انها تبعد عنه وتاني يوم بتروح يون لكانغة بتقوله انها مش بتحبه وبتروح سيباهو ماشية لكن هو من الصدمة بيلحقها بيقولها انها كدابة وانها بتحبه وانها مش هيسبه مهما حاولت وبص بقى من الاخر مهما هتعندي وهتروح وهتيجي مش هتحب غير يا غالية بتقوله امسك نفسك كده ومتخلكش مجنون تيمشي وراء احلام عمرها ما هتتحقق حالة كانغة بدأت انها تتدهور يوم بعد يوم خصوصا ان هو ما بقاش يشوف يون كل يوم لانه ما بقاش مدير المدرسة وفي يوم كانغة بيشوف يون بتكون قاعدة قدام بيتهم من غير ما تخبط على الباب لان نفس احساس الحب والاشتاء اللي عنده هو برضو كان نفسه برضو عندها علشان كده كانت قاعدة قدام البيت وبتكرر الموضوع ده اكتر من مرة وفي مرة بتيجي يون كده قدام البيت عنده من غير ما تخبط على الباب وبيخرج لها كانغة بيقولها انها انسانة ظلمة وانانية يون بتكرر بانها تحكيله عن كل حاجة حصلت زمان وبعد كده بتسيبه وبتمشي بتفضل يون تعيط وهي ماشية كده فجأة بيظهر لها الدكتور بيحاول يهديها لما بيلاقها عمالة بتعيط في نفس الوقت كانغة بيكون جاي وراها وبيقولها انت بتعيطي ليه وان انت اللي سبتيني مش انا اللي سبتك اصلا الدكتور بيقولها انها لازم تبعد عنها وما يلمسهاش خالص وبتروح يوني لاخوها الكبير وهي كانت عمالة بتعيط وبيهديها وكمان بيخليها تنام بعدها وبيكون قلقان عليها لان عمره ما شافها بالحال ديت من جهة تانية بيلاقي ان الدكتور بايت عن تكانغة وبيقعد كانغة يضرب وفي كله لما يجيب سيرة يوني وتاني يوني بتلاحظ ساحبتها انها متضايقة بتقولها تعالي نخرج سوا كده بتطلب منها انها تلبس لبس قصير ويخرجه على اساس انهم يعني بابات جرل والشغل بتاع البنات وساحبتها بقى بتفضل تصور فيها وبتبعت السور ديت اللي كانه وبتقول له احنا قررنا نعيش بالطريقة المتهورة اللي انت شايفها ديت بالليل بيكون كانغة السايق وبيعمل حدثها للأسف بعد كده بنلاقي ان اتصال من تليفون كان على الشخص اليون وبيقول له ان صاحب التليفون ده عمل حادثة كبيرة للأسف لكن لما بتكون يوني عند البيت بتلاقي ان هو كويس عادي يوني بتتخده وبتروح له وبتسأله عن تليفونه وبيدور عليه وبيقول له ان هو ضاع لما عمل الحادثة بتقول له انت ايه اللي جابك عند بيتي بتسكت شوية وبتقول له انها بتحبه وانها معجبة بيه وانها كانت كدابة فعلا بيقول له ان هو كمان بيحبها بس ما يقدرش يضحك عليها اكتر من كده وبيقول له ان هو فعلا السبب في موت والدها والدتها وبيقول له انها تبعد عنه خالص علشان تنسى كل اللي حصل وتاني يوم بتجي له يوني عندي البيت وبيرفض انها يقابلها بيقول له انها ما تستهلوش وبتتفاجئ انها دخلت وبيلان الدكتور بتاعه هو اللي دخلها بيقعدوا يتكلموا هما الاثنين وبيقول له ان هو ضحك عليها بس هو ما كانش قصده هو كان خايف من ان هو يقول لها الحقيقة وبيقول له انها تمشي بتسمع كلامه وبتمشي وهي زعلانة وبرضو هو الوحيد اللي بيحاول ان هو يفرعها حتى بعد ما رفضته كذا مرة وكمان بيبقى عصب جدا خصوصا مع الدكتور بتاعه وبيطلب من الدكتور كده طلب غريب بانه يقطع له خطف الاميس اللي هو لابسه ومن كتر خوف الدكتور منه ايده بترتعش كده فبيقطع له الاميس نفسه بدون قصد من جهة تانية بتسحق يون بالليل وبتكرر تتسحب كده وتخرج من البيت من وراء اخواتها فعلا بتتسحب يون وبتخرج وبتكرر انها تروح له بيقول له انها ترجع البيت علشان الوقت متاخر بتقول له انها مش عاوزة ترجع وانها عايزة تفضل مع النهاردة في بيته وانها عايزة تقرب منه وهم الاتنين يبقى قريبين من بعض زي كل اللي بيحبوا بعض وبيعملوا كده كان اغا بيقول له اه بس انا مش عارفهم بيعملوا باستراحة كده ازاي او بيعملوا ايه وهم عادين مع بعض يعني يون بتقول له انا عارفهم بيعملوا ايه كويس يا مهزة يا حيوان بس على المهم انا عايزة تعمل اللي انا هعمله وتقلدني فيه وتعمل زيه وبالزبط من جهة تانية بيكتشف اخوها الكبير انها مش في البيت وبيعرف انها اكيد راحت تقابل كانغة بيتصل بسحبتها وبيعرف منها ينوان كانغة وبنرجع احنا اليونو اللي بتقول كانغة انها عارفة كل حاجة وان هو اول حاجة نعمل اننا نرقص وبترقص بطريقة عبيته خالص وفعلا عندها خبرة في الموضوع فجأة بقى بيدخل عليهم اخوها الكبير وسحبتها وبياخدها اخوها كده وبيمشي وبتزعق ليونو وبتقول له انت ازاي تعمل كده واحد وحبيبتي يا عم عاوزين يقضوا شوية وقت مع بعض انت ايه اللي دخلك في الموضوع بيقولها انها مش هتشوف كانغة تاني ابدا وبتقول ليون ده من عيوني يا غالي مسئولية بيت مرة واحدة كده بتقول له ما لكش دعوة احنا بنحب بعض وتاني يوم بتشوفها صاحبتها انها كانت لابسة ايه وبتقول لها احسن ان انا شفتك قبل ما كان اللي كان يشوفك ايه الهبل اللي انت عاملاه في نفسك ده هتكفضحين يا بنتي يا ربي على اللي انا مساحبوها بتجيب لها صاحبتها حاجة تانية كده وبتقول لها ده هتبقى احسن بكتير عليك ولما بيقابلها كانغة لشان يضيض في المتعم بيفضل يبص لها جامد كده واخوها بيشوفه وهو بيبص لها بالصدفة بيقوله ان نظراته وحشة جدا وان هو يحترم نفسه حسن له والا ام هيدربه ويوري له الوش التاني ليه ومش بينخلص من الدكتور اللي لسه برضو ما بعملش ايه حاجة غير ان هو بيجيب لي يون شوكولاتة واكلة علشان يغريها وبيطلب منها المرة ديت ان هو يعزمها على العاشة يون ما بتصدق وبتوافق وبتقعد معها بقى وبتقول له انا انا عايز اطلب منك طلب غريب وانك تبطل اعجاب بيه والدكتور بيفهم انها بتحب كانغي فعلا ومستحيل تسيبه وبيعتذر لها وبيقولها عامل اللي اقدر عليه الصراحة علشان معتش جيبلك شوكولاتة بيقوله ان هو فعلا شخص لطيف وبتحضنه وبالصدفة بيشوفهم كانغي فبيوضحها الدكتور بسرعة وبيقول له ان هو حسس ان هو هيموته النهاردة وبيسيبها وهو بيطلع يجري كده بنتفاجئ كانغي بيجري قراء وبيقوله ان هو لازم يقتله وبيرجع كانغي اليون بقى علشان يبقوا مع بعض بتحكي يون لصاحبتها وبتقولها انها حصل فعلا اللي كنا عاوزينه وهولاد الخبيسة طولهم خططين لكل حاجة اصلا صاحبتها بتقولها انها محزوزة جدا في يون بتكتم بقها علشان اخواتها ما يسمعهاش وبيقربوا الاثنين من بعد اكتر كده من سايد بطاطس وبيعلمها كانغي ازاي تهتم بسايد بطاطس وبيروح كانغي لاخوات لما بالزبط اللي كانت بتتمناه هي صغيرة كانغيون بيتجاوزوا وبيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا سبيان وبنات وبيروح القناة موفيزروم وبيعملوا لايك واشتراك وبيفعلوا جرز التنبيهات اهم حاجة علشان الفيديوهات توصل لهم اول باول واقدر اقول لكم سا سا سلا سلا